بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة طريقة حساب التكامل المحدد من أجل ذلك نحتاج إلى أن الإعطاء النظرية التالية هي النظرية الأساسية لعلم التكالم فإذا كان لدي دالة عكس مشتقة FKB-RX وعرفنا عكس المشتقة FKB-RX بأنها تلك الدالة إذا اشتققناها نحصى على الدالة FKB-RX فإذا كانت FKB-RX عكس مشتقة للدالة FKB-RX على الفترة AB فإن التكامل المحدد يحسب العلاقة التالية كنتيجة مباشرة لهذه النظرية فإذا أخذنا FKB-RX دالة متصلة على الفترة AB معنى كلمة متصلة على الفترة أي أنها كمولة على هذه الفترة وإذا كانت FKB-RX دالة عكس مشتقة للدالة FKB-RX فإن التكامل المحدد من A إلى B يحسب العلاقة التالية FKB-RX من A إلى B إن هذه الكتابة هي أصطلاح دولي في أي كتاب في العالم إذا شفنا هذا الرمز إن FKB بين A والB يعني أن تعوض أولاً بالقيمة العليا كل X بالقيمة العليا ثم تطرح منها كل X بالقيمة الصغيرة فتحصل على الدستور F عند القيمة العليا نائس F عند القيمة الصغيرة إن هذا السالب هو من أساس التعريف الآن قد يسأل سائل سؤال من أين لي أن أأتي بدواء العكس المشتقة وأنا لا أعلم فيمكنني أن أصيغ نظرية بسيطة بالشكل التالي نقول إذا قلنا نظرية طبعاً نعلم سابقاً إنه التكامل محدد أنه هو رمز ويرمز إلى أسرة كل عكس المشتقات للدالة F صغيرة X والS هو سابت فإذا أنا أعلم علاقة بتعطيني عكس المشتقات فإذا أخذت في الحالة الخاصة السابت هذا يساوي إلى الصفر فنحصل على هذه إحدى عكس المشتقات إذن حسابه يكون بهذا الشكل فلو جينا إلى هذه العلاقة وعوضنا عن F كبير X بما تساوي لحصلنا على إن التكامل من A إلى B لF صغيرة X بDX ما هو إلا التكامل غير المحدد لFX بDX نحسب قيمة التكامل غير المحدد ثم نضع الإجابة ضمن هذا الإصطلاح الدولي بين A وB فنحصل على نظرية أو طريقة تساعدنا في حساب قيمة التكاملات المحددة ننتقل الآن إلى المثال التالي إذا قال لي أوجد قيمة التكامل من سالب 2 إلى 2 إلى 3 إلى 6 X تربيع نائس 5 قبل كل شيء نأتي إلى أنه التكامل هذا 6 X تربيع نائس 5 بDX ماذا أفعل؟ أقول أنه هذا التكامل عوض ما أفكر بحساب تكامل غير المحدد أفكر بحساب التكامل لـ 6 X تربيع نائس 5 بDX التكامل غير المحدد لأله وأضع الناتج من سالب 2 إلى 3 إن التكامل اللي في الداخل هذا ما هو إلا تكامل X تربيع وX تكعيب على 3 والخمسة تكاملها سالب 5 X ونضع الناتج من سالب 2 إلى 3 نعوض أولا كل X ب3 ثم نعوض كل X بسالب 2 فلو حصلنا على هذه عوضنا وعجرنا العمليات الحسابية فحصلنا على قيمة هذه التكامل المثال الآخر قد يقول لي أوجد المساحة A للمنطقة المحصورة تحت المنحن ويساوي سين X والمحور OX والخطان الرأسيان X يساوي 0 وX يساوي B شرحنا سابقا أن المساحة ما هي إلا تكامل محدد حسب المعنى الهندسي للتكامل محدد فإذا رسمنا المنطقة الخط البياني للسين بين الصفر والبيله والشكل التالي المساحة التي نريد أن نحسبها هي التي تقع تحت المنحن فوق المحور والمستقيمان الرأسيان عند إذن أن هذه المساحة تعطى بالتكامل من A إلى B لأفل X بDX حسب المعنى الهندسي للتكامل محدد الآن نعوض في الدالة A هي 0 والB هي P والFX هي السين عند إذن نبحث عن عكس المشتقة للدالة سين إذن هذا التكامل محدد نكامله على أنه تكامل غير محدد ونضع الناتج بين الصفر والبي لكن السين هي من الدواء الشهيرة وهذا التكامل من الدواء للتكاملات الشهيرة والدالة العكس المشتقة لإله هي سالب كوسين X ونضع الناتج بين الصفر والبي الآن نعوض أولا في البي ونعوض ثانيا في الصفر ولو أخرجنا السالب عامل مشترك فعوضنا أولا في البي وتانيا في الصفر كوسين البي من الزوايا الشهيرة وتساوي السالب واحد كو ساين الصفر هو واحد سالب واحد سالب واحد وسالب اثنين مضروب بسالب فنحصل على القيمة اثنين قيمة هذا التكامل ننتقل إلى مثال آخر أوجد قيمة التكامل التالي تكامل سالب واحد إلى اثنين لا إكس تكعيب زائد واحد للتربية بدي اكس الآن قد يسأل سائل سؤال عواض ما أفكر بحساب تكامل محدد بروح باند قل السؤال إلى ما هي طريقة حساب هذا التكامل لو كان التكامل غير محدد وحاول أحسب قيمته ثم أضع الإجابة بين قوسين من سالب واحد إلى اثنين الآن استعلت في مخيلتي ما هي الطرق اللي مرت معي إلى الآن لم يمر معاي غير طريقتين اثنتين الطريقة الأولى كانت طريقة الخواص وهي طريقة الخواص وهي ثلاث خواص فقط عندي واحد إما جمع دالتين أو الطريقة الثانية طرح دالتين أو اخراج الثابت خارج رمز التكامل إذن هذه طريقة الخواص إذا فيني أستخدم إذا عندي مجموعة دالتين فيني أجازة أكامل أولى ثم أكامل الثانية إذا عندي طرح دالتين أوزع التكامل إلى الدالتين إذا عندي ثابت يمكن أن أخراج ثابت خارج رمز التكامل الطريقة الثانية هي طريقة إعادة الكتابة للدالة المستكملة طبعا وأتبع هذه الطريقة إذا كانت إعادة الكتابة مفيدة يعني إذا كان إعادة الكتابة بتوديني لتكامل شهير فطبعا لو جينا لهون هنا لا يوجد هنا توجد دالة واحدة مستكملة على القوس تربيع لا يوجد جمع ولا يوجد طرح إذن لا يمكن أن أستخدم طريقة الخواص ما علي غير أن أستخدم طريقة إعادة الكتابة لو واحد أعطاني هذه الدالة إعادة الكتابة ما عندي غير تفكير واحد هو أن أفك التربيع فك التربيع يعني أن تربع الأولى إكستكعيد للتربيع زائد اتنين الأولى ضرب الثانية زائد مربع الثانية لكن إكستكعيد تربيع 3-2-6 هي X-6 طبعا قوة قوة هي حاصل جداء القوة X تكعيب ضرب 1 ضرب 2 2-X تكعيب 1 للتربيع هي 1 فنحصل على هذا التكامل لأنه حاول حساب هذا التكامل إذا كاملنا هذا التكامل إذن تكامل X-6-2-X تكعيب زائد 1 تكامل مسالب 1 إلى 2 إذا حاولنا أنه كامله X-6 تكاملة شهيرة هي X-7 على 7 2-X تكعيب تكاملة X-4 على 4 والواحد تكامله X ونضع الجواب من سالب 1 إلى 2 نعوض أيضا الآن مرة بالتنين ثم السالب 1 فنحصل على لو جينا إلى هذه العلاقة عوضنا أولا بالتنين كل X بالتنين ثم عوضنا كل X بسالب 1 فنحصل على 2-7 على 7 زائد 2 نائس هذا المقدار ولو حسبنا هذه القيمة لحصلنا على هذا الجواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته